تقرير لسي ان ان بيقول انه 80% من البشر بيعانوا من الام العمود الفقري في مرحلة ما من حياتهم بالاضافة الى الحياة مع الالم نفسه ان نعدى من الالم بيقلل جودة الحياة بيفوت علينا العمل والانشطة الاجتماعية ويمنعنا من القدرة على انجاز حتى المهام اليومية البسيطة المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية بامريكا صنف الام اسفل الظهر على انها السبب الرئيسي للاعاقة اللي بتمنع الناس انهم يقدوا وظائفهم الالم سبب مهم جدا بيمنع الانسان انه يقد وظيفته ده شيء مفهوم جدا ومعلوم طيب في حاجات كتير جدا واحد بيعملها بتزود الالم يعني بتزود الالم يا مثلا اللي قاعدة طويلة على كرسي ده فيه وظائف اللي قاعدة هي بتبقى الواحد قاعدة على الكرسي اساسا ما بيعملش حاجة غير انه يقعد على الكرسي مش عارف مصلحة ايه مصلحة ايه الناس بتكسل تقوم وفيه شباب دلوقتي يقول لك ان عايز اتعين في حتة يبقى ليه مكتب كده واعدة على كرسي ده تماخل شباب ده بيزود المشاكل بتاعت الظهر والقلم برضو السواء الفترات طويلة طبعا احنا من سوق فترات طويلة جدا الشوارع مزاحمة واسسا فيه ناس بتبقى سكنة بزايد وشغلها في التجمع هو صرفهم كده هيعملوا ايه يعني حاجة تانية كمان انه الناس ما بتاكلش كويس وفيه حاجة مهمة جدا فيه ستات وبنات وشباب صغير حازت حياته كلها في شنطة ومعلاها على ظهره كلام ده ستات ورجالة وشباب يعني الرجالة برضو بعضهم يعني فيه ناس صنوف شغلها كده اللي شغالين مثلا يعني مندوبين دعاية ومندوبين ادوية بيشتغل شاي الكمبيوتر على طول معها بيحط بقى في شباب بلد بص لايه حاطت على ظهره اللابتوب وحاطت فوتا وحاطت عميس احتياطي وحاطت مش عارف ايه وبرفانات ومطهرات دلوقتي عشان مش عارف قصص كتيرة جدا بتضر للضهر وللأسف او بتضر الجسم كله والأسف احنا مستملة فيها بس سؤال مهم هل احنا بنتعامل مع القلم باحترام هل بنتعامل مع القلم وفاهمين ان القلم ده ينبغي شفاءه مش تسكينه الفرق بين شفاء القلم وتسكين القلم ليه ناس ممكن تاخد قرص فلما تاخدوا القرص ده خلاص القلم راح تعتقد انه هي كده انا بقيت كويس كلمة اللي بقيت كويس ما معنى انه بقيت كويس في الحقيقة العلمية الطبية هذا سؤال مهم جدا نهارده هنجاوب عليه مع ضيفي العزيز اللي بيساعدني جدا وجوده معنا اكيد وبنستمتع بحواره العلم الاكسرا النهارده هنستمتع بوجبة علمية خارج منطق المقلوب في منطقة علاج القلم ضيفي العزيز الاساس دكتور ايمان عنب في قوانين في الجسد ما نقدارش نبدلها ولا نغير قلم في ظاهري ده ينزل لقضروفي ونزل لقضروفي يعني اعمل اللي هو مش محترف يتجنب المخاطرة العالية لانه هدفع ثمنها غالية همستشل في سنة باخد علاج ديش بتاعي دمروني بجد زي احنا نكسر القانون ده ونوصلك لمرحلة البناء والتصريح البي اربي عزل عالمي لا فيه اولويات وانا ما بفكر العنب بفكره في الاولويات دي المكسر هخفه وهرجع لطبيعتي عمري ما كنت أتخيل كده الاستاذ الدكتور ايمان عنب استاذ جراحات المخ والاعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة حاصل على دبلومة علاج الالم بتنظيم فيسيولوجية الجسم ميلانو ايطاليا زميلة جماعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري فرنسا ضيف العزيز الاستاذ دكتور ايمان عنب منورني وسعيد جدا بهذه السلام اهلا دكتور ايمان النهاردة احنا نفتح ملف مهم جدا وهو الحقيقة الواقعية في علاج الالم تسكين الالم ام شفاء الالم حقوقتي تفرق طبعا تفرق هاي المشكلة الالم مصدره ايه فيه تلات مشاكل في الجسم بتطلع علم عدم ثبات المفاصل يعني علم ميكانيكية او التهابات حصلت بقت مزمنة او عصب مضغوط او ملتحب فديه تلات اسباب للألم لو احنا هنسكن الالم انت مش عارف عندك ايه وهو بتاخد خلص المسكن تاخد اللي بعده بعد شوية تلاقي الالم زيت تعمل ايه يبقوا اتنين يبقوا تلاتة يبقوا نوعين مع بعض وبعدين ما فيش فايدة فهو تسكين الالم دي دايرة ما بتستفدش منها الالم بتزيد بالتدريج وبتضرك لان المسكنات مش معمولة للمدى الطويل معمولة للمدى القصير فبعد كده بتأثر على الكيلة وبتتكبده وطبعا فيه ناس جالها قرح في المعدة والناس جالها مشاكل منها كبيرة شفاء الالم طبعا دا الأصعب انك لازم تعالج مصدره احنا اجسامنا اجسام رخوة يعني ايه عضلات واعصاب مكشوفة على البيئة الخارجية سهل اصابتها وعدم التقامها بيحصل كتير عشان كده بتتحول لامراض مزمنة عشان كده الاحصائية اللي كانت في اول التقرير دي احصائية عالية لان الالام المزمنة ما بتخفش لحدة لازم تبدأ عملية التصليح التصليح دا الجسمي يقوم بي طب هو وقف تصليح لازم تدور بقى البناء والتجديد من الاول فكان فيه دكتور موجود في المانيا بيتر ويلنج سنة ألف هو جراح عمود فقري وعض بس اكتشف ان بتجيله حالات انزلاغ وضروفي حجم كبير واعراض قليلة وحالات تانية انزلاغ وضروفي صغير واعراض عالية جدا فقالك اكيد غضروفي مش لوحدة هو السبب اكتشف الالتهاب هو اللي موجود هو الاسوأ التهاب مفاصل التهاب عضلات التهاب في الانسجة فقرر انه يحاول يطلع من الجسم مواد تطفل للتهابات دي وسماها ارثوكين فبقى يستخلصوا من الدم بيتحط فيه تجيز حراري بيقفل المواصلات البنائية اللي جوه اللي بتستقبل المواد الالتهابية اللي بتضمر الخلايا ونجحت معاه وبقى عالمي اوروبا كلها بتشتغل بيه دلوقتي وامريكا مسامينه ريجينوكين وهو اوه مساميه ارثوكين فموجود في دوزلدورف اوه استاذ في جامعة دوزلدورف وسنة 2012 وصلوا انهم ستين الف حالة متعالجة ميزته انه ده علاج شفائي من الجسم للجسم بدون اثار جانبائي مقرنة بحاجة امريكا كانت بتشغل بيها وبدأوا فيها اسمها الصفاح وبلازمة اللي هو البي ار بي فدول اعلى اتنين ممكن يوصلك لمرحلة الشفاء طبعا استعمالهم لازم يبقى موجه للمشكلة بتاعتك لازم يبقى تحضيره مناسب وصح ولازم يبقى عدد الجلسات والمتابعة عن قرب نسبة الشفاء منهم بتوصل ل75% من عدد المرضى ومستوا ان الجسم اذا وصل لمرحلة البناء والتجديد ما بيرجعش تاني للخلف ده البي ار بي ده البي ار بي هو هو الاثنين اخوات يعني يعني واحد بتحضره من الصفايح ففيها قوة التجديد والبناء اعلى واحد بتحضره من البلازمة فقوة انه يسيطر على التهابات اكتر وانا عادة يعني بستعمل في شغل الاثنين لان الاثنين بيكملوا بعض انت محتاج توقف تظاهر المريض ومحتاج تصلح اللي تكسر في جسم المريض فالاثنين دول مهمين جدا المرضى اللي بيستعملوهم او يعني بنستعملهم معاهم وبنوصل للنسب العالية دي الحمد لله ما بيرجعوش تاني يتعبوا وبيعيشوا بعد فترة طويلة بتوصل النتيجة اعلى لان عملية التصليح بتاخد كذا مرحلة بتوصل خلال سنة انها تكتمل ففيها حاجة اسمها انفلاماتروفيز اللي هي مرحلة الام الشفاء بتحصل في خلال اول تلات اربعة ايام وبعد كده مرحلة تكوين الانسجة بتاخد من اربع لستة اسابيع وبعدين مرحلة الماتيوريتي اللي هو نضوج الانسجة دي اول مرحلة اللي هي انفلاماتروفيز دي اول مرحلة اللي الام ساعة تيحصل بعد الحقنة يومين تلاتة الام بعد كده مرحلة تكوين الانسجة الجديدة بتاخد من اربع لستة اسابيع وبعدين مرحلة نضوج الانسجة بتكتمل بقى خلال سنة فالعين بيفضل احسن احسن ويوصل انه نسي انه كان عين طبعا كل ما المريض يبقى جاي بدري كل ما يبقى حالة الجسم احسن كل ما يبقى سنه اصغر كل ده بيفرق في النتيجة ايه تأثير الالتهابات المجمنة على المفصل على المفصل نفسه اه ما دي مشكلة برضو زي ما احنا يعني حضرك قلت في الاول تسكن الام ولا تشفيه طالما انت بتسكنه الالتهاب شغال على فكر فالمفصل بيتكسر بيطلع مادة اسمها انترلوكين وان هي دي الكارسة السوداء الليها بتمسك في الريسبتورز اللي هي الموصلات اللي جوه الانسجة بتبدأ تكسر في الخلايا فبيكسر الغضريف بيكسر الانسجة فحالة المفصل بتبقى اسوأ حالة العمود الفقري اسوأ فلو انت استنيت سنة وماشي على المسكن هتلاقيك بعد كده تعبت جدا مش قادر توقف ولا يوم وبعد كده مش هتكتفي بالنوع اللي بتاخده هتعلى اكتر فاكتر تخش حاجة اسمها جدول الناركوتكس وناس كتيرة بتاخده حتى فيه مسايدات علشان تقدر تشتغل مخدرات بالزبط فمشكلته طول ما انت بتسيبه المفصل بيتكسر الانترلوكين وان الارثوكين بيوقف تظاهر الانسجة بسبب الالتهاب لانه بيقفل الموصلات اللي بتستقبل انترلوكين وان فاكتر بيطلع من جسمك مضادات للتهاب يعني انت بتعالج العين من دمه لدمه ارثوكين منتشر في اوروبا في ايطاليا في تركيا في الامارات في امريكا يعني كل البلاد بدأت تستعمل التقنية الجديدة والنتائج معاها عالية جدا وبقى ده تقريبا العلاج القريب من الجراح ده بتحطى على تسخين حراري من 6 ساعات لغاية 24 ساعة وبعدين ممكن نتحافظ بعد كده يتجمد بغاية لما نستعمله مع المريض النتيجة بتظهر بعد قد فيه ناس نتاجهم سريعة جدا بيبدأ يحس من اول كم يوم بتغيير وفيه معظم الناس بتاخد حوالي من اسبوعين لاربع اسابيع عشان توصل انها بتدي نسبة تحسن من 40 ل60 في المية مثلا فيه ناس بتاخد شهور عشان توصل النتيجة دي وزي ما قلت لحضرتك 75 في المية من مرضى بيستجيبوا حلو ممكن اتأخروا او نتاجهم ما تبقاش كويس وقتها بنستعمل مفاتيح تانية للتصليح يعني انا دايما بقول المرضى احنا بحاول اطلع مفاتيح من جسمك ادور بيه المطور اللي وقف في جسمك ففيه ناس بتستجيب للPRP اسرع فيه ناس للأورسوكين اسرع التبديل مع الاتنين مفيد وفيه حاجات تانية برا تدم اسمها البرولو سيرابي ده ديكستروز 25 في المية بيستعمل بقى لفوق السبعين سنة بينشط الجسم ان يبني مادة الكولوجين عن طريق برضو انه يعمل بداية التهاب خفيف فيبدأ الخلايا تخش برضو سيف وامن مية في المية كل الطرق دي مفهاش كورتزونات مفهاش اثار جنبية مفهاش موانع استخدام حتى للمرضى الحوامل اللي بتردع مريض القلب مريض السكر مريض الكلا مريض الكبد ده مستو انك بتعالج العين وانت ضامن انك مش هتضره وبتعالج العين وبتتمنى طبعا من ربنا انه يشفيه واذا وصل لمرحلة الشفاء بيعيش سليم ايه الحالات اللي لازم اعملها لدخل الجراحي ده سؤال كويس لان برضو يعني مش شطارة ان احنا نقعد نشتغل وان نبقى متجنبين مشكلة ممكن تضر المريض فلازم المريض يعرف خطة العلاق كاملة احنا بنشغل عمليات في الظروف القهرية زي الحرب كان اللي هو شلل او عدم تحكم في الاخراج بالنسبة للنزلق الغضروفي ده الظروف القهرية ده ما ينفعش اسيب العين اضايع وقتي ووقته واننا ضره فلازم يعمل عملائها ما بعد الجراحة ممكن نشوف البوائل الالم نعليجها طالما ما فيش الاتنين دول نصبر عليه الغتل ما يخف وعادة بتنجح مع فوق 90% من الحالات مشكلة الغضروف زي ما حضرك شايف الغضروف اللي على الشمال ده غضروف سليم الغضروف اللي عليمين ده غضروف بدأ يقطع الانسجة ويخرج بره مكانه فانت عندك حلين ورا العصب خنقه يأما تشيل المنطقة دي خالص بالجراحة تقصها وده اللي بيحصل في العمليات او انك تصبر عليه وتحاول تصلح الغلاف ده والغضروف يرجع مكانه تاني او الجسم يبدأ يشيل الحتة دي فيا اما نقصه وانت كده فتحت له سكة الغضروف مرتجعة وده بتبقى نسبة عالية بعد العمليات ممكن يرجع لك العين بغضروف مرتجعة بسبب ان السكة مفتوحة جوه خلاص حتى مهما شيلت جوه العمليات ما بتشيلش كله او ان احنا نحاول نصلح ان برضو نحقن PRP او أرسو كين او الاثنين مع بعض علشان تبدأ الانسجة تتكون وي الجسم يتخلص من الحتة الزيادة ويصلح العصب فيه اشعات انا جايبها العينين عليكتهم خلال شهر وخلال سنة وعملنا اشعة بعد الحقن لان غضروف راحة ده غضروف عنقي حضرتك هتشوف ناحية لعالشمال بدأ النتوء باين اظن يعني خمسة وستة العلمين ده بعد شهرين النتوء راحة فحجم الغضروف صغر الحبل الشوك اللي في النص ده رجع مكانه ما بقاش فيه ضغط عليه الاعراض كلها راحت فده اكتنا عملنا له عملية بس بدون عملية الجسم هو اللي عمل عمليته فيه برضو حالة غضروف قطني هنشوفها دي كانت المريضة عندها الام عرق الناسها عنيفة اللي عالشمال ده قبل الحقن وكانت عندها الام جامدة جدا الحمد لله بعد اول مرة وتاني مرة اتحسنت وبعدين جاتلي بعد كده بمشاكل تانية بعد سنة فقولنا نعمل اشعة جديدة فلاقينا غضروف اختفى في الاشعة العليمين دي وفيه حالة تالتة برضو شبهها في الغضروف اللي هو العلامة الحمراء دي ده غضروف في الناحة الشمال حتة السودة وضغط على العصب اللي ابيض قبل الحقن بعد الحقن اختفى الغضروف بعد العصب فتح تاني في الناحة اليمين اللي هو لونه ابيض ده فالعين خلاص تقريبا احنا ما بنعملش احسن من كده في العمليات على الفكرة يعني ده احسن من اي عملية احنا بنعملها مستحيل الاشعة تطلع بالمنظر ده خالص شوية تلايف موجود شوية دم التسقاط غضروف مرتاجعة النتوء لازم يبقى فيه بواقي الجسم بقى هو بيعمل عمليته يعني بيعملها كاملة زي ما بنؤكد تاني انه فيه حالات لازم نحتاج لها فيه حالات بس هما مش كتير انما بالضبط لو فيه شلل تسقوط في قدم الرجل او عدم تحكم في الاخراج او ان فيه مثلا ديق قناع عصبية مكتسب او مولود به واضح جدا وشايف ان هو قدام بيبقى اسوأ مش احسن او طبعا فشل فيه انواع العلاج المختلف فده مرشح للجراحة وبعد الجراحة ممكن نشوف بقى لو فيه علام في الظاهر نعالجها هكذا نزبط العيان اه يعني ساعات معظم عيانيني بكمل معهم بحلاج الصفاحة وبلازمة بعد العملية لا لا اسباب مش حقدر صلاحة في العملية بس العين اللي بيبقى بقى له فترة تعبان عنده مشاكل مجمعة ألم مفاصل وعضلات والتعب عصب وضعف في العضلة ويه بالاضافة للنزلق الغضوفي اماكن الحقن هنحن فين اماكن الحقن هنحن فين دي حاجة كويسة هو كل منطقة طبعا ليها مشكلتها وليها الاماكن بتاعتها احنا بنقول فيه حاجة اسمها تندر بوينت أماكن مؤلمة زي العقد العضلية وفيه حاجة اسمها اكوا بنكتشر بوينت دي مناطق مجمعة للأعصاب اذا حقننا فيها بتحل المشكلة فدي مثلا أشهر أماكن لعلاج الجزء العلوي في الجسم من أول ألم عضلات الكتاف والرقبة والصداع المزمن فدي أشهر أماكن الحقنة طبعا الأماكن دي آمنة ما فيهاش خطر ما بتوجعش ما بتشلش ما بعيد عن الحبل الشوكي وبعيد عن العصب لأن احنا بنحقن بس عند العضلة أو قريب من المفصل دية الأبكن دا الفقارات الصدرية وطبعا عضلات الضلوع دي منتشرة جدا في الناس اللي بتشيل تقيل أو اللي بتقعد في مناطق فيها تكييف أو المرضى اللي عندهم تلاقيه في عضل فكله بيقولك نفسي دايق مش عارفة تنفس حلو دايما الألم موجودة ودي طبعا ألم الجزء السفلي من أول التهاب المفصل حرقف العجزي أو حاجة اسمها أوطار وأربطة الظهر وعضلات الظهر وعضلات الفخت من قدام وعضلات الرجل من تحت فكل دي بره العمود الفقري برضو يعني ساعدت ويقولك ده غضروف ده مش غضروف خلص بس دي بقى اللي بتفضل بعض الغضروف مثلا العملية ودي الأطراف برضو الألم المفاصل اللي بتدائي المريض وبعرفش يستعمل إيده كويس أو بتعمل تهابفة بتقفل على العصب بتعمله اختناء في العصب على الفاكرة حاجات دي مزعجة للمرضى فوق ما تتخيل لأنه مش قادر يمشي مش قادر يتحرك طبيعي مش قادر يستعمل إيده في أي ألم في أي حتة آه إنه يكتب أو إنه يكتب على الكمبيوتر لازم ياخد أجازة فدي بتخلي حياته متعطلة هو مش عارف يروح لمين ولا يتعالج فين هو يعني وجرب كل حاجة في الدنيا وفشلت عايز حوارك تشرح لنا الفرق بين ألم أو المشكلة جاي من العصب والمشكلة جاي من العضلة آه كويس الناز بترتبك في الحتة دي السؤال ده هاي لأنه اللي اتنين بيسموهم ألم في الظهر إحنا ألم العصب ده ألم بيجي مع الحركة دايما يعني المريض يمشي هيقعد في الشارع من الألم وألم بتبقى جزء تنميل جزء لسعان جزء كهرباء ألم العضلة ده ألم تيبس يقوم من نوم ظهره متيبس ينزل من العربية مش عارف يمشي ياخد وقته ويفك في البرد طبعا أسوأ بكتير ممكن واحد جامع اللي اتنين زي ما قلت لحضرتك لو عنده نزرق غضروفي قديم وطول أو جاله أصابة أو وقع أو حادثة اللي اتنين بيبقوا موجودين مع المريض فهو مش قادر يفرق بينهم زي ما قلت عليك برضو الدكتور اللي بدأ الأرثوكين في ألمانيا ده هو اكتشف إن ألام اللي التهابات من العضلات سعت أسوأ من ألام الغضروف اللي العين المفروض بييجي بيها وهي دي المشكلة تخيل الالتهابات دي عملالك أعقا مش عارف تركب عربية لازم تنزل في وسط الزح ما توعد في الشارع أو إنك توعد في شغلك كتير حتقوم تمشي أو إنك أيام ما تروحش الشغل خالص بسبب مش قادر تقوم بالسرير دي كلها ألم عضلات ساعات هي أسوأ من الغضروف اللي بيخلي التهاب امبيكشن جورسومة لا لا برد جورسومة طبعا امبيكشن ده التهاب روماتيزمي غير بكتيري نتيجة مزقة دي معظم الناس طبعا برياضة خاطئة يا زي ما حضرتك قلت يا قاعد على المكتب يا إما بسوق العربية ووقت ما يحب يعمل رياضة يعمل رياضة غلط يعمل كارسف يشيل أوزان تقيلة يعمل تمرين غلط فيبدأ العضلة تتمزق من جوه يعني تتقطع بمعنى تاني وما تلحمش تكهربت العضلة كلها تتغير وتبدأ تطلع ألم إمتى يجي الألم مع الراحة مش مع المجهود طالما هي بتتحرك والدورة الدموية بتخسل السموم ما بفيش مشكلة أول ما يروح البيت ما عرفش يقوم الكرسي إنها مع السرير ما عرفش يصحى الصبح من الألم إنما طالما بيتحرك أوكي أهو بيتحرك فدي مشكلة مرضى العضلات زي ما قلت لك احنا أجسامنا رخوة سهلة تتمزق واحد قاعد غلط واحد قدام تكيف واحد تزحلق واحد شل غلط دي مشكلة أجسامنا يعني سهل الإصابة فيها الألم اللي ييجي ويزيد بالبرد ييجي في وقت الشتا قوي بشكل كبير مع التوتر النفسي والعصب يزيد ده ألم إيه؟ آه في بقى مرض مستخب كده اسمه التابعة ضليلي فيه أو فايبرومالجا ده ألم ده بدأ هل المرض ده بدأ يزيد ولا إحنا بدأ يزيد بطريقة فضيعة بيزيد فعلا آه بطريقة فضيعة يعني ناس كتيرة وطبعا معظمهم سيدات عندهم الشكوى دي وهو حساس جدا للبرد حساس لللمس عنده مشاكل تانية مزمنة في القولون عنده مشاكل تانية في التركيز والخمول و راح وافتكر نفسه عمود فقري طالع ما عندهش غضروف راح وافتكر نفسه عنده روماطايد طالع ما عندهش روماطايد فيا إما يتشخص مريض نفسي يا إما فايبرومالجا معظم المرضى هم بيشخصوا نفسهم كتر ما بيخشوا على الإنترنت وبيدوروا أو إنه بيروح لحد متخصص يقدر يشخصوا بس هو دي مرضى الفايبرومالجا منتشر جدا فوق ما تتخيل فهيدي بيأثر عليه نفسي لأنه هو نفسه تايه مش عارف عنده إيه ولا أهله في البيت مصدقينه فبيخشوا في مشكلة نفسية زائد المرضية العضوية له سن معين أو لا ممكن يمتع بمتع متوسط من عشرين لخمسين يعني يعتقد أن الشاب اللي في الكلية دوت بيتدعي بقى بيمس وممكن ياخد السنة كذا سنة وممكن واحد يترفض من شغله وواحده تطلق من جزهة بسبب فايبرومالجا لأنه هو مظلوم إنما محدش دريان به علاجه برضو من الأزلين ما هي يتسكنه يتشفيه نفس فكرة الالتهابات بس ده طبعا أصعب شوية لأنه بتعملوا على الجسم كله مش منطقة واحدة فبقى كذا منطقة معا عايزة تكرر تاني وردو للنال إيه الفرق بين أورثوكين والPRP الPRP هو الاتنين من الدم الاتنين آمنين الاتنين من همش أي أثار جانبية الأورثوكين بيطفل للتهاب والPRP بيصلح الأنساجة اللي تلفت واحد من الصفاحة الدموية واحد من البلازما يعني واحد بيتحضر على طول واحد بيتحضر في 24 ساعة تحضير أجهزة حرارية وبعد كده يتحقن عادة الاتنين بيكملوا بعض أنا بيستعمل الاتنين فمع معظم المرضى أو بنق المندل دوت على حسب ما شوف العام جايلي شكله إيه المراد ده ممكن يتحقن في أكتر من مكان آه وأكتر من مرة متوسطة الناس بتاخد من ثلاث لست مرات فيه أولاية اللي استجابته سريع جدا وبيخفه مع مرة واثنين وفيه أطول شوية إنما هو كل واحد مرتبط بناتكتو لأن طبعا إحنا كل واحد دي خصوصية كل واحد طبيعة جسمه كفاقته حاجة اسمها الهيلينج باور عنده قوة الصفاح بتاعته دي اللي بتفرق آه يعني عادة بقول لعينين ثلاثة اربع العينين بيخفه اللي تعالجوا آه من العدد ده من ثلاثة لستة من واحدة لثلاثة على حسب النتيجة آه الميزة اللي بيخف بيعيش سليم الإنسان ممكن يتكرر له المشكلة تاني مش كده؟ آه طبعا إحنا طول ما إحنا عايشين في مشاكل بس حيبقى مؤثر تاني يعني إنما عادة نفس المكان غالبا لأ أو نفس المشكلة بتاعته لأ إنما ممكن أي إصابة تحصل لأي حد إنما يعني قصة رجوع الألم أو أنا أعد كل سنة روح أحنا في نفس المعاد أو مش عارف وقت ما فيش حاجة اسمها تخلص إحنا بنضور جسمك يشفي نفسه خف عشت سليم ده ده إيه الانترلوكين الذي مره في حوارنا مرور الكلام؟ آه مفتاح المشكلة مفتاح المشكلة حقيقة يعني هو العين ما بيسألش نفسنا ليه ما بخفش؟ أنا ليه الحالة بتسوق؟ أنا ليه المفصل بتكسر؟ أنا ليه كنت بمشي من سنة أحسن؟ ليه دلوقتي مش عارف أمشي؟ بسبب كده الانترلوكين هو يعني إحنا عندنا كيميا إحنا شغالين بالكيميا الجسمنا كله كيميا فده من أسوأ الحاجات اللي بتكسر إنترلوكين ده بيطلع من الخلايا الملتهبة عشان يلهب اللي جنبه ويكسر ويقطع الدورة الدموية وبيعمل أستيبروزس أستيبروزس زوائد عظمية أول هشاشة عظمية وبيبدأ يكسر العظم والغضاريف والأنسجة ويغير في الأعصاب ويضع في العضلات اللي حواليه يعني هو مضر يعني يعني يمكن في حلقاتها بكده كده كنت بتسميه ميت النار ميت النار إنترلوكين ده عامل زي كده الإنسان الفئلة يعني أقول له الشبح اللي هو الصيع ده اللي بيطلع قطع الطريق قطع طريق بيطلع يقطع هو أنت قلت فعلا صحيح بيخرب بيخرب فهو أنت يا إما توقفه من جدوره تقفر خالص أنه يقدر يخش بيتك وبعدين تبقى تصلح اللي بوازه بقى أو أنك تسيبه يا كله خلاص وتنتهي القصة وأنت مش داريا عمال تاخد مسكن إيه بقى الكونكلوشن إنها إيه الزي ما بقوله رسالة الكاملة الأخيرة لهذا الحوار الممتع طيب هو يعني من طبعا كل ما الواحد بيشوف عينين كتير أنا بصعب عليه إن عين بيجي متأخر لإني عايزة ساعده إنما بياخد وقت معاه شوية وهو معاناة جبارة فترة طويلة فمحدش يعني يسيد نفسه لما الأمور تضهور خالص أنا عارف طبعا محدش دلوقتي فاضي عالج نفسه قوي المصاريف بتبقى يدوبك الوقت والتنقلات بس في الآخر كل ما بتسيبه المشكلة بتكبر حقيقي اللي بيلحق نفسه بدري دعيان أسعد واحد إن بيخفي بسرعة جدا طبعا إحنا كلنا في إيد ربنا والشافة من إيد ربنا إنما هو أنا معالج نفسي بيه مرتين والنتايج بطيقة عن الناس إنما اتحسنت كتير معاه وما كنتش يلاقي حل على فكرة يعني أبعالج الناس وأنا ضغري طعبان إنما أنقذني فأنا بحبه بصراحة اتأخرت في إن انت برضو تروح لنفسك آه روحت لنفسي معنما أنا مش لاقي حل اللي كده يعني يعيش بالوجع يعالج نفسي إحنا عندنا طبع في الشعب المصري كتير فينا من الناس بيتأخروا في الحقيقة آه طبعا وبعدين هي مشكلة كمان هو ميجي متأخر هو عايز يمسح الماضي القديم وترجعه جديد لنج ده مش ممكن مش مشكلة لتاريخ القديم ده خلق ده في الموبايلات ما بتقبلش إنك تقول له مثلا هنحا نحاول لو عايز يجي يرجع جديد لنج في أي وقت نحاولakah Onditra ت أني اتمنى هيريك جديد لنج اتمنى أني عارق جديد لنج شكرا ده وأسعدتني من حل الحوار طبعا الممتع جدا وفيه أجزاء طبعا علمية عالية جدا لكن أعتقد أنتُ فهمتوه شرحنا شروحنا التانية الانترولوكل شرحنا مرتين عشان تفهمهم مرة في نص الكلام مرة في الآخر شرحنا الفرق بين البر بي وبين الأسليم الحديثة ده الأورثو كين كلمنا على العضلات والفرق بينها وبين ألم الاعصاب اتكلمنا على الفايبرو مالجة بوعبوع البعبيع حلو البعبيع دي البوعبوع الرخم الغريب التلايف العضلة ده مرض بدأ ينتشر ولازم هنعمل حلقة عليه ده نعمل حلقة كاملة عليه ده مهمة مرضى مساكين مساكين أنا شفت ناس تشتغل في الشغل اليدوي نقاش عنده فايبرو مالجة بطل يشتغل حاجة تقطع القلب شوفوا حاجة تقطع القلب فعلا نورتني وشرفتني الله يخليك ضيف العزيز القمع المالكبير الأستاذ دكتور أيمان عينب أستاذ جراحة العمود الفقري وجراحة المخ والأعصاب بكلية طب أصر عيني صاحب دبلوبة علاج الألم بتنظيم فسيولوجيا الجسم من ميلانو بإيطاليا وزميل الجمعية العالمية لجراحات مناظر العمود الفقري بفرنسا وجودك معنا بيسعدنا دائما الله يخليك شكرا خليب لكم نفسيك وبعدوا على الألم بخليك وديم بأمان دكتور شكرا